قال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر أن النيابة العامة بدأت التحقيق في بلاغ تقدم به الجهاز ضد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذي كان المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل أحد أعضاء مجلس إدارته وذلك بتهمة إهدار المال العام وأضاف جنينة للمخالفات التي رصدها الجهاز تشمل 17 عضوا بمجلس إدارة التنظيم القومي للاتصالات تقاضوا مكافآت تقدر بـ 59 مليون جنيه خلال السنوات الخمس الأخيرة إضافة إلى 73 مستشارا تقاضوا مكافآت تقدر بـ 27 مليون خلال العامين الأخيرين وأكد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن الجهاز قدم إلى النائب العام خلال عام واحد 113 بلاغا بإهدار المال العام و41 بلاغا للنيابة الإدارية و30 بلاغا لجهاز الكسب غير المشروع غير أن جميع هذه البلاغات لم يتم ألبت فيها حتى الآن مما يؤشر على عدم تعاون المؤسسات في مكافحة الفساد على حد قول المستشار هشام جنينة ونفى جنينة في هذا السياق وجود أي شبهة خصومة أو ترصد للمستشار عدل عبد الحميد وزير العدل وأكد أنه أبلغ رئيس الوزراء بوجود شبهة فساد على أحد الوزراء المرشحين للحكومة الحالية وتلقى تأكيدا أنه لن يأتي كوزير ولكنه وقع عليه الاختيار بعد ذلك